أهلاً بالجميع هذا الموضوع سبب المشاكل والفرح للناس علينا أن نفهم أننا نجذب كل ما في حياتنا نحن نجذب كل شيء نجذبه لأننا متناغمون معه فكر في ذلك خذ هذه الأشياء الكثير من الناس غير متناغمون مع المال ليسوا حقاً الشخص العادي يكافح جداً في حياته رأوا آباءهم يكافحون وهم يفعلون ذلك المدارس لا تعلمنا كيف نربح المال الكثير من الناس مشوشون تجاه المال لأنهم لا يفهمون تم تربيتنا على الاعتقاد بأنه لكسب المال يجب الذهاب للعمل فقط اذهب للعمل ليس الذهاب للعمل هو الحل للكسب المال إذا كانت لديك أي تساؤلات فكر في شخص يعمل بجدة عندما أقول هذا أتخيل شخص ربما في الجنوب حيث الحرارة شديدة ربما تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 100 درجة وهم يعملون على الطرق بواسطة جاك هامر لتكسير الخرسانة أو شيء ما هؤلاء الأشخاص لا يكسبون الكثير من المال إنه عمل شاق بمعنى الكلمة تقدموا الخدمات لكسب المال أنت لا تعمل أنت تقدم الخدمات أريدك أن تفكر في بعض النجوم الكبار هم يكسبون ملايين الدولارات حقا ملايين الدولارات وهم بالكاد يعملون هم يغنون يجتمعون ويتداولون مع مجموعات مختلفة يظهرون على المسرح ويغنون لديهم تسجيلات تعمل بشكل مستمر ملايين الأشخاص يتمتعون وهذا السبب في كسبهم الكثير من المال هم يقدمون خدمة نريد أن نتطرق لهذا الموضوع نريد الحديث عن الروح نريد الحديث عن القوانين فلنلقى نظرة جيدة على هذا اليوم هذا ما أريدك أن تتوقف وتفكر فيه أريدك أن تنظر في المجالات التي بحياتك التي يسيطر عليها بشكل كبير بارا دايمك بارا دايمك يتحكم في إدراكك وإدراكك هو حقيقتك هذا كيف ترى الحياة أعجبني كيف وضع واين داير الغالي صديقنا المرحوم الراحة إذا قد قام بها بشكل جيد قال عندما تغير الطريقة التي تنظر بها إلى شيء ما تتغير الأشياء التي تنظر إليها وبالطبع هذا صحيح هذا هو إدراكك الإدراك هو واحد من القدرات العقلية العليا الذي نملك هو مثل الإدراك والإرادة والعقل والخيال والذاكرة والحدث هذا ما يجعلنا كما نحن عليه هذا ما يفصلنا عن بقية المملكة الحيوانية يعملون بالغريزة والتي هي مثالية لقد منحنا هذه القدرات العقلية العليا ومن خلال استخدام هذه القدرات العليا بشكل صحيح يمكننا أن نخلق عالمنا الخاص بأكمله الآن إدراكك هو كيف تنظر إلى شيء ما هو الذي سوف يحدد حقيقتك حسنا بارا دايمك يتحكم في إدراكك الآن لنلقي نظرة على هذا تصوركم يتحكم في استخدام الوقت كما تعرفون الجميع يحصل بالضبط على نفس الوقت يلقون كل ما هو موجود إذن ما نفعله بوقتنا يحدث الفرق الحقيقي تصورنا يسيطر على إبداعنا الآن فكروا في هذا للحظة كنت صغيرا في المدرسة وذهبت إلى مدرسة عامة في تورونتو وفي الصف الثامن كنت أغادر وكنت على وشك الذهاب إلى المدرسة الثانوية كانت الأنسة استراشان معلمتي كانت سيدة رائعة وقالت بوب إلى أين ستذهب وقلت سأذهب إلى مدرسة مالفيرنا الثانوية أوه بوب لا تذهب إلى هناك لن تنجح أبدا في عالم الأعمال بوب اذهب إلى دانفورت تيك وتعلم حرفه أنا لا أعرف فعليا أعتقدت أن هذه المرأة كالإله كانت تعرف كل شيء وذهبت إلى دانفورت تيك كنت هناك لأقل من شهر وأدخلت هذا الإبهام في منشار قصة نهايته لقد خيطوه مرة أخرى وكما تعرفون عندما يكون الجو بارد ما زال يؤلم بعد كل هذه السنين الخمسين وأكثر الآن كانت الأنسة استراشان مخطئة إليك شخص في منصب سلطة وكنت أدعوه يؤثر فيي أنا في الواقع مبدع للغاية قد نجحت جيدا في عالم الأعمال ترجمة نانسي قنقر